طيب لو انا بعمل المسابقة هقولكم خدتوا بالكم عشان نشوف قوت الملحظة من ايه مكتوب تحت اخراج والحان ومش عارف ايه كل حاجة هشام جمال طيب خدتوا بالكم من الشخصيات اللي موجودة من اول الدكتور مجدي يعقوب للكابت المحمود الخطيب للفنانة العبقرية اسعاد يونس للحمائي وبعدين بقى لعبته الكورة وبعدين واحد قد كده وقف بيدي تعليمات والناس بمنطهة توقير والاحترام والاقتناع والاهتمام بتسمع له ده فيه لقطة بيدي تعليمات لمدام اسعاد بيقول لي اعملي كذا وهي بتقول لي اعمل كذا بتتأكد ان هو عايزه القناعة دي يا جماعة ما بتجيش لان فيه مجاملة لحد يعرفوه الشخصية دي استطاعت ان تقنع كل هؤلاء واولهم واحد ذا الكابتن الخطيب انه ودي كانت اول مرة بتهايه لتشوفه ده اول لقاء بينه بين الكابتن انه يشارك في عمل اعلان خيري خيري مزبوط لمستشفى الدكتور مجد يعقوب مزبوط ايه بقى حدثني على الاعلان ده كان سنة 2016 كنت بعمله بشراكة ما بين ونلي ايه كلهم وكلهم طبعا طبعا ولا توجيهات ولا حاجة هم كلهم اهم مني واقدم مني وكلهم يعني ناس انا مبسوط انا اشتغلت معهم يعني حاجة اكيد تضيفلي ساعتها كنا بنعمل الحملة لدكتور مجد يعقوب وانا كان عندي فكرة ان انا نفسي نعمل اعلانات خيرية ساعتها ما كانش ده التوجه خالص انه نعمل اعلان خيري ما يكونش فيه استعطاف ودموع وحزن والطريقة اللي هي اللي كانت موجودة ساعتها فعرضت الفكرة على استاذ محمد سعدي شركة سعدي جوهر وقلت له ان انا عندي فكرة للمؤسسة وهما كانوا قردي اللي بيعملوا لهم الكامبين فتحمس جدا جدا للفكرة وبالمناسبة هو اللي قال لي ما تخرجها انت يعني انا ساعتها كنت عملها كفكرة وكلحن للاغنية او التجربة ليك في الاخراج ديكت اول حاجة خارجها في حياتي يا خبير ربي لكن الناس بتؤمن بيت بسهولة وتديك عملية خطيرة ده اعلان خطير فانا عدت وصفه له يعني ساعتها عدت وصفه له وقل له هعمل كذا وفلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا فقلت له بس عايزين نشوف حد يخرجها فقال لي يا ابني ابني انت اخرجتها ما انت اخرجتها قال لي ابني انت اللي حكيته ده وقلت له بس ما بلاش قال لي لا اعملها انت اعملها انت هتطلع هتطلع كويسة بدل ما كنت عايز اجيبه حد من برا هو ده رزق بقى خناعت الناس بيك انا رأيي طبعا فكان عندي طبعا رغبة في اسم زي كتن محمود الخطيف فاستاذ محمد سعدي كتش تعرفه لسم معرفوش شخصيا طبعا خالص فاستاذ محمد سعدي هو اللي صديق لي فكلمه وقال له هيكلمك فلان فلاني هو اللي عامل فكرة الاعلان وهيحكي لك فبعت لي رقم اتصلت بالكابتن اول مرة قلت يا كابتن اولا بشكر حضرتك جدا جدا انه اعلان خيري وحدك جاي بدون مقابل وقال لي انا معاكو الراجل ده انا بحترمه وبحترم مؤسسته واللي انتو عايزينه انا هعمله طيب انا يا كابتن في بس معلومة صغيرة كده عايز اقولها حضرتك قال لي ايه قلت له انا عايز حضرتك ايه تغني في الاغنية فقال لي غني انا انا لا انا ما غنيش بلعب اه قال لي لا انا مش بتاع غنى فقلت له قلت له احدك قلت ايه هتعمل لنا اللي احنا عايزينه فبعد اذنك طب تعالى نجرب ولوحدك ما اتبسطتش اعتبر انه ما حصلش فالاجزاء اللي اتعرضت دي اللي فيها وانا بقى حاول ايه اقنعه وغنى وصوته كان موجود فعلا في الاغنية في وسط ايه الصوت الحمد لله بالهدف الخير اه وكان شطر جدا والله اه فبدأ انا كنت كل فنان بسبب ضغط الوقت بيجي بعض اشرح له الشوت وناس مش مسجلة فيخش ويسجلوا في القوضة اللي جو انت غنيت برضه وغنيت 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 يعني مش بس لحنته اخرت اه انت غنيت انا فاك